نروح للندن أو لليفربول تحديداً ونروح لتصريحات داني ميرفي الحقيقة اللي تكلم على محمد صلاح النجم المصري وقال إنه ما فيش مشكلة على الإطلاق إنه النجم المصري محمد صلاح يبقى اللاعب الأعلى أجرم في فريق ليفربول الإنجليزي لكن الحقيقة تلميحاته أو تصريحاته بتقول إن فيه في الأمور أمور بمعنى إيه؟ بيقول إنه يعني هو وجه تحذير دارة ليفربول إنه ما تتصرعش في إنها تعمل عقود طويلة الأجل مع اللاعبة الكبار في الفريق ودى مثال على ده بفرجل فندايك مدافع الفريق الهولندي أليسن حارس المارمة البرازيلي أليكساندر أرنولد فابينيو هندرسن ومحمد صلاح وقال إنه فيما يتعلق بقصة صلاح بالذات قال إنه من المؤكد إن فيه عدد كبير جداً من الأنديع اللي حطت عنيها على محمد صلاح والمركاته اللي حصل السنة دي بيقول إنه فرصة صلاح في الرحيل في صفقة من العيار التقيل كبيرة جداً خصوصاً إنه إنت عندك ميسي يتحرك من البرسة رونالدو تحرك من اليوفي إمبابي في طريقه إنه يتحرك لريال حتى لو ما حصلش ده في الموسم الحالي فمن الورد جداً يحصل في الموسم اللي بعد كده فبالتالي هو شايف إنه صلاح ممكن يكون البديل الأفضل اللي مبابي في حالة رحيله عن بي أش جي وإنه هو يروح الريال فمن الممكن إنها تبقى صفقة خيالية تفيد بشكل كبير جداً ليفربول لكنه أكد الحقيقة إنه صلاح وفرجل فندايك على وجه التحديد يعتبروا من الأسات أو من الأصول المهمة جداً بالنسبة لفريق ليفربول